قبل ما نبدأ المسلسل خلينا اقول لك على معلومة مهمة جدا وهي ان في مدينة اسمها اشرافة زون في وسط المحيط حصل فيها شوية انفجارات كده قدت اللي ان في مدينة اسمت نصيد مدينة فو البحر وهي مدينة بيلت فور العلوية ومدينة تحت البحر وهي مدينة زون السفلية ودول مدينتين اللي هيبقى موجودين معنا في المسلسل والله يحصل بينهم صراع كبير جدا ومدينة بيلت فور مشهورة بالتقدم والعلم والغينة الفاحش وده كله بسبب احجار اسمها الهيكستينج وه نشوفها دلوقتي اما مدينة زون ففيها جهل وفقر وجوع وسرقة وكل حاجة وحشة ودرجة انهم بيطلعوا بمدينة بيلت فور عشان يسعوا حاجات من هناك عشان كده تم تشكيل فرقة اسمهم الورد ودول حكومة بيحموا سكان المدينة العليا من سكان مدينة السفلة وبس كده ومعملوا الكبات شاي بقى ويلا نبدأ المسلسل بيبدأ المسلسل بمشهد افتتاح هي لاختين اسمهم فاي وبودر اللي ابوهم ومهم ماتوا في حرب كبيرة بين مدينة زون وبيلت فور وكان في واحد ص صاحب ابوهم لسه عايش اسمه فاندر خدهم وتولى رعايتهم بعدها فترة بنلاقي الاختين دول هما واتنين صحابهم اسمهم ميلو كلاجر موجودين في مدينة بيلت فور العلوية عشان يسعوا منها اي حاجة فبدخلوا في بيت غريب كده مليان كتب وتحف واختراعات وبيحاولوا يسعوا اي حاجة منه فبودر بتلاقي احجار الهيكستينج او الاركين اللي ترك عليها من شوية لكنها ما كانش تعرف الاحجار دي بتعمل ايه في الوقت ده بنلاقي الجس المختارع صاحب البيت ده بيفتح حليم الباب لكنهم بيهربوا قبل ما يدخل عليهم وفي حجر من احجار واع من بودر على الارض وفضل يلفوا يدوها وعمل انفجار في المبنى كله فالرجالة بتوعنا حاولوا يهربوا وقوات الوردي كانوا بيتردوهم ولكنهم قدروا يهربوا منهم وبعد ما هربوا منهم بيلاقوا واحد شمام اسمه ومعا اتنين صحابه كان عايزين ياخدوا منهم الحاجات اللي سرقوها وطبعا الرجالة بتوعنا رفضوا واتخانقوا معاهم وموتوهم الضرب ولكن في واحد من المجرمين جري ورا بودر عشان معاها الشنطة اللي سرقوا فيها الحاجات وكانت خلاص هيخدها منها فجابت بودر لعبة كده اسمها ماوزر هي اللي صنعوها ورميتها عليه وكان لمفروض تحصل حاجة كده احنا مش عارفينها بس يعني ما فيش حاجة حصلت فرمت الشنطة في البحر وهربت وطبعا بقيته صحابها زيعله جدا لان لي مش دي اول مرة بوصلهم المهمة بتاعتهم لكن اختها فاي كانت دايما بتشجعها لانها زكية وما تكبر هتبقى احسن منهم كلهم بعدها بيركبوا اسنسير وبينزولوا لمدينتهم الزون السوفلية وبيروح القائد فاندر بتاعهم اللي حاكم المدينة السوفلية والمسؤول عن الناس اللي فيها ولربهم واللي عنده كافية بيأكل منه يعيش واللي زعقلهم جدا عشان طلوع للمدينة العلوية من غير ما يقولوله ففاي بيتخاني معاه لانه السكان اللي فوق عندهم اكله وفلوس كتير وهم تحت المشلقين ياكلوا وده مش عدل لكن فاندر شاكله ما بيحبش المشاكل بعد اخر حرب حصلت بينهم وبين المدينة العليا بعدها فاندر بيمشي وميلو بيتكلم مع فاي عن بودر وانها دايما سبب في المشاكل اللي فيها وبودر كانت سامعهم وزعلك جدا وبينلاقي فاندر بيتكلم مع صاحبه بنزو عن اللي حصل فوق في المدينة العلوية واني اكيد هيجوا هنا اللي هم الحكومة يعني وهيسألوا على اللي حصل وفعلا بيجوا وبطلبوا من فاندر انه يجب له من الناس اللي سرقت الحاجة في الوقت ده كان فيه طفل اسمه ايكو شغال عند بنزو كان بتصنت عليهم وسمع فاندر هو بيقول لواحد من الظباط انه هيجب لهم واحد يشيل قضية كلها بتاعت السرقة دي في الوقت ده فاي كانت بتحاول تحفز بودر عشان ما ت تقدر تهتمد على نفسها ما تقبل فبقدر بتوريها الاحجار اللي معاها فالتلاقي خلاها سر المبينة وما تخليش حد يشوفهم غيرنا بعدها بنلاقي ديكاردد متربط على كرسي ولمربطه واحد اسمه بيعمل تجربة على الحيوانات وهي انه بيحقينهم بمادة غريبة بتخليهم يبقوا مفترسين جدا وكان هيجرب المادة دي على ديكاردد اللي قاله ان اللي سرقوا الحاجات من المدينة العلوية هم فاي واصحابها بعدها الحكومة بتيجي للمبنى اللي اتضمه وقررت تاخد جسل المحاكم لان المعدات اللي استخدمها غير قانونية ودمرت مبنى كامل وفعلا راح لمحاكمة قبل ما يتحاكم فبيجي له بروفيسور هيمول دينجر فبيقول له جاس انه كان بيحاول يصنع السحر باحجار الاركين فبروفيسور بيقول له انه يتأسف للحكام ويقول له منه غلط وما يتذكرش قدامهم اي كلام عن السحر عشان ما ينفوش من مدينة لانه ما فيش حاجة اسمها سحر عشان مستحيل يقدر يتحكم في الاحجار دي ويخليها مستقرة في الوقت ده الحكومة كانت في المدينة السفل بتفتش عن مين اللي سرع الحاجات من فوق وبيضربوا الناس اللي فيها وده خلى السكان بتعزون يقف ضد قائدهم فاندر لانهم عايزين يحاربوا المدينة العليا عشان هم زقوا من اللي هم فيه ده لكن فاندر كان رفض تماما وايكو قال لفاي ان فاندر هيضحب واحد منهم عشان يشيل الليلة بتاعة القضية دي في الوقت ده جس كان بيتحاكم بسبب المعدات والتجارب الغير قانونية اللي كان بيحاول يعملها بحجار الاركين فبعتزر لهم لكنهم ما قبلوش اعتذار فقال لهم انه كان بيح حاول يصنع السحر لانه شاف بعينيه حجر الاركين ده ممكن يعمل ايه تعالوا لكم بقى هو شافي بعينيه جس اما كان صغير وهو مرمي هو امه بعيد في حتة فيها تلج ما نعرف شوفين بالزبط لقى واحد غريب جاله ومسك الحجر وفضل يخليه يدور وفجأة جس لقى نفسه وهو امه في مكان تاني خالص لكن برضو محدش مصدقه وكانوا عايزين ينفوه من مدينة فامو جات وترجطوا منهم يسيبوه فقرروا انهم يفصلوا من الاكاديمية بس اللي هو فيها وبك ده ما يقدرش يعمل اي تجارب اي اختراعات وسلكو كان بيتكلم مع زابط مرتشي وبيقوله انه عارف مين اللي سرق الحاجة من عندكم فمساعد البروفيسور كان بيتكلم معه في موضوع احجار الاركين وهل يمكن فعلا انتحكم فيها ولا لا فالبروفيسور بيقوله مستحيل حد يقدر يخليها مستقرة ويتحكم فيها وبنلاقي السلكو بيشرب الواد كاردة المادة اللي هو صنعها وبنلاقيه بدأ يتحاول مخلوق غريب وجس راح لحبيبته كتلين عشان يتكلم معها ويخلي اهلاء يساعد لكنهم رفضوا بعد اللي حصل والحكومة جت عند فندر وبدأوا يرخموا عليه ويهددوه وفاين ما كانتش عاجبها الوضع ده وكان عايزة تحارب فبيقول لها انه ما قرر يحاربهم قبل كده ماتوا كلهم ومن ضمن اللي ماتوا ابوها وامها وانه مستحيل يرجع يفكر في حرب تاني عشان ما يخسرش حد من سكان المدينة في الوقت ده جز كان بيحاول انتحر لكن مساعد البروفيسور جيه ولحه وقال له انه مصدقه وانه هيساعده عشان يكمل التجربة بتاعته وبتعرف عليه وبنعرف ان اسمه فيكتور والحكومة انتشرت في المدينة كلها عشان يدوروا على فاي واصحابها بعد اما عارفوا المعلومة ديه من سيلكو ففاندر حبس فاي في قوضة وكرر ان هو ليسلم نفسه للحكومة وبعد اما خرجوا من كافي فاي بتشوف من الشباك مخلوق قتل الزبط وبنلاقي سيلكو جالهم فبنزو حاول يوجم عليه لكن نفس المخلوق موته هو كمان والمخلوق ده كان دي كارتن واللي ضرب فاندر واخده معاه وجس وفكتور بعد اما عملوا معادلات صح هكرروا ان هم يروحوا لأسر الح عشان يجربوا التجربة في المعدات بتاعة الجس اللي هناك لان هم خدوها من جس وايكو راح لفواي عشان يخرجها من القوضة وعشان يقولها على مكان سيلكو وبنعرف ان سيلكو يبقى اخو فاندر وان فاندر كان هيقيتوله زمان ولكن سيلكو حظه كان حلو وما ماتش وتعور بس في وش يعني وفاي واصحابها قرروا يروحوا ينقذوا فاندر وفاي رفضت تاخد اختها معاها لانها خايفة عليها لكنها كان نفسها تروح معاهم جدا في الوقت ده العنوة بتاعنا وصلوا للاصل ودخل جواه وحاولوا يعملوا التجربة بتاعتهم وهي انهم يخلوا حجر الاركين يستقرر اسناء حركته ودورانه وباودر كانت زعلانة جدا لانها ما راحتش معاهم فكررت تاخد الاحجار ودخلها تفجر المكان بتاع سيلكو عشان تساعدهم وفاي والرجالة وصلوا هناك وميلو كان بيحاول يفك الاقفال بتاعة فاندر وكليجر كان بيحاول يضع على مخرج يخرجوا منه وفاي كان بتحاول انها تواجه رجالة سيلكو لوحدها وفعلا بدأت اقتل فيهم واحد ورد تاني وباودر وصلت للمكان ودجارد اتخاد المادة الغريبة عشان يتحول وفيها هنتحول وفاي معرفتش تعمل معها اي حاجة لانه كان قوة جدا فدخلت الاودر لفاندر محبوس فيها وقفت عليهم الباب فباودر مسكت اللعبة بتاعتها وحاطت جواها حجر الاركين وشغلتها فاللعبة بدأت تمشي ناحي دي جارد وتخبط على حجر الاركين وبدأ يحصل الانفجارات مع كل خبطة اللي هي ما بتخبطها لحد لما المبنى تهد تماما بسبب قوة الانفجارات دي ولكن دي جاردد وسيلكو كانوا لسه عايشين ففاندر املهم وبدأ يضرب في دي جاردد لكنه ما كانش بتأثر تماما وراما فوق المبنى وميلو كليجر ماتوا وفاي كانت مرمية تحت الصخور اللي وعت عليها وسيلكو كان هيموتها فبنلاقي فاندر طلع لهم وهو شاب المادة اللي صناعها سيلكو ضرب دي جاردد وانقص فاي من الضمار بتاع المبنى ومات بعدها باودر جت لفاي وهي فرحانة وبتقول لها ان القنبلة بتاعتها نجحي ففاي ضربتها بالقلم وسابتها ومشيت وباودر كانت منهارة من العيوات فسيلكو جالها وكان هيموتها ففاي راحت عشان تلحقها لكن واحد من الضباط منعها فسيلكو تكلم مع باودر فقالتل انه اختها سابتها ومشيت ومن دلوقتي هي بقتش اختها فسيلكو كرر ان هو ياخدها ويستفيد من زكاء والعلماء بتاعنا نجحوا في التجراءة بتاعتهم وقدروا يسيطروا على حجر الارقين ويخلوهم مستقر وفعلا صنعوا سحر وبكما يكون وصلنا الهاتف فيديو بتاعنا ما تنساش تعمل لكم شتريف في قناة واضفع عليك الجرس عشان اول منازل بيئة المسلسل تكون انتقار واحد فرقت عليه شكو فيديو الجاي يلا السلام اشتركوا في القناة